ما ردناش بقى على السؤال اللي انا سألته بتاع كانت ايه سر وكانت ايه الخلطة وتفتكر كان ايه اللي موجود في الروايات دي اللي مخليها روايات تفضل تعيش كانت ايه مش عايز اقول الصنعة اللي قدمتها في كتابك بس عايز اقول كانت ايه المعادلة اللي عملتها تخلي كتاب زي ده يعيش كل ده هو طبعا يعني امك او كتب اصفا مش كتاب ممكن يكون اصعب شيء ان الواحد حتى يتكلم عن نفسه في ده بس هقول ايه ايه تصوري وانا بكتب دايما اولا انا بكتب عن الانسان الانسان اللي هو يخلي لو الفترة الزمنية دي خلصت اللي انا كاتب فيها او لو الحقبة التاريخية اللي فيها الرواية نفسها خلصت اه يبقى الانسان بأسئلته أسئلته كبيرة اللي هي بتخلي الناس تقدر تلاقي في الرواية ده حاجة من نفسها بعد عشر سنين بعد ميت سنة بعد 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 فكرة انك مش بتكتب حاجة زي الجورنان يعني إحنا في الجرنال ممكن نبقى عايزين نقرأ الخبر النهاردة بس تاني يوم بقى بايت مش محتاجينه بالزبط الفن لأ الفن العظيم اللي بيعيش هو الفن اللي الإنسان فيه بيفضل حامل لأسئلة البشر الكبيرة سؤالنا حوالين الزمن حوالين الشيخوخة حوالين الموت حوالين الحرب حوالين الحب دي كلها معاني وحقائق يعني مفروغ منها بالزبط انت بس تشيل السياق موجودة موجودة في أي وقت موجودة في أي زمن موجودة في أي عصر موجودة مع أي جيل موجودة في أي وقت موجودة شيل 1920 خليها 1990 تلاقي نفس الإنسان والنقطة التانية المهمة جدا في الأدب ان انت ازاي تكون دايما عندك نقطتين مع بعض ازاي دايما تبقى عندك شيء مربوط بتراسك يعني مثلا كتاب زي ألف الليلا وليلا ليه عايش النهاردة وبنقراه لانه مقدمش رغم كلها فيه السنوات لانه لسه مسير لانه لسه ممتع لانه لسه لغة وفيها حاجة لانه لسه فيه أسئلة ازاي تقدر تبقى مربوط بتراسك الخاص جدا اللي يخليك وحد بيقرى لك يقول ده كاتب مصري ده كاتب شرقي ده ابن اللغة العربية وفي نفس الوقت تكون طول وقت جديد وحديث ما تكونش بتكرر اللي قرأته ما تكونش بتكرر اللي شفته ما تكونش صورة بهتة أو ظل لكاتب آخر طول ما انت ماسك الحاجتين دول ان انت تبقى انت وفي نفس الوقت ان انت ما تبقاش منبتة عن سياقك عن مجتمعك عن لحظتك عن موروسك كله تقدر تعمل حاجة فيها العنصر اندول فكرة ان انت تبقى انت دي كمان فكرة مهمة جدا لان انت مش هتلاقي زيك انت انت دي مفيش منك ما هو انت واحد أو انا واحد ما هو مفيش تاني شبهك فاللي دايما اللي بينجح الناس حقيقي فعلا على جميع المستوات ان هم يكونوا هم لانه لما بيكونوا ناس تانية هم موجودين الناس التانية وينفع يبقى في منهم ناس تانية لكن كل البني ادم يكون هو هي دي بصمته انا بشكرك على الجزئية دي في حاجة مهمة جدا ايه عبقرية الادب او عبقرية فن الرواية ان انت بتكتب عن شخص واحد بعينه اللي هو رانيا انا بكسل بمسا الروية عن رانيا ايه بس ازاي رانيا دي اللي غير المتكررة اللي مفيش منها اتنين اللي متشباش غير نفسها يقراها مئة الف واحد او مئة الف فتاة فتلاقي نفسها في رانيا هي دي لعبة الادب الصعبة انك تكتب عن شخص بعينه بس الشخص ده بالنسبة للي بيقراه كل واحد فينا يلاقي نفسه في جزء منه ايه ده اللي بيربطنا بالسينما وده اللي بيربطنا بالادب ايه لان القارق لو ملاقاش نفسه في الشخصية اللي انت بتكتبها او جزء منه هو حينصرف عنك ده اللي بيخلي رواية عن نيويورك نشوفها القاهرة وده اللي بيخلي رواية عن شخص ما عشناهوش او ما نعرفوش نلاقي نفسنا فيه ونحس ان احنا عارفينه بالزبط حقيقي حقيقي